بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى أنا حلقات يوم السبت عشان هي حلقات أصحاب السعادة بيبقى عندي إحساس مختلف شوية لأن أنا كل ما بنتقابل مع المقبلين على الزواج أو الناس اللي في سنوات الأولى جواز بنحس كده أن فيه نفس جديد جاي في حياتنا وعشان كده بنبقى مهتمين جدا جدا أن احنا نكرس في حبيبنا المقبلين على الزواج واللي في أول سنوات الزواج أن احنا نأكد لهم على أن هم بيتجوزوا عشان يستقروا ويستمروا مش بيتجوزوا عشان ما يتطلقوش بيتجوزوا عشان يبقوا سعداء وعشان ده يحصل احنا محتاجين شوية شغل على المسألة دي بشكل كبير أو أور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرح لما يقابل الناس اللي على وش جواز أو في سنوات الأولى من الجواز وكان يتطمن عليهم صلى الله عليه وسلم يقولوا كيف وجدت زوجك يعني عايز يخليه يفرح وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان منكم من أحد ينشد ويغني فيعلمهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصول الفرح لأن احنا لازم نكون في حالة سعادة لما نتقابل مع أصحاب السعادة النهاردة بنتكلم عن حاجة مهمة قوي حدق بني لما بتدينا نتكلم على حلقات الخطوبة وحلقات الإقبال على الزواج فسألني سؤال كان مهم ان احنا نتكلم عليه انت تكلمت عن الاتزان وتكلمت عن الاختيار في الاتزان احنا فيه مسألة حساسة احنا وكان المجتمع كله ساكت عنها احنا المجتمع زاد فيه بنسبة ملحوظة الاترابات النفسية طب لما يتزيد الاترابات النفسية احتمال كبير قوي يكون الشخص اللي جيه واختاره شريك حياتي انه يكون اتعرض بشكل او باخر لدعم نفسي سواء كان مريض او سواء كان محتاج لهذا الدعم النفسي انا وبختار شريك حياتي اختيار متزن هل في الحالة دي احنا واحنا بنقول ان فيه قاعدة عندنا بتقول الاتزان قبل الوزن يعني الانسان يكون مستقر فيتجاوز مش يتجاوز عشان يستقر فاحنا عايزين ايه عايزين حاجة مهمة جدا ان احنا نفهم حديث الرسول اللي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباقة فليتزوج جزء من المفهوم اللي استطاع الاستطاع النفسية اه فيه ناس ما بيقدروش ان هم يعيشوا مفهوم الزواج لان هم عندهم حالة عدم استقرار حالة عدم استقرار يعني هو مش يقدر يعيش حياة الاندماج مع الشريك للحياة واحنا عندنا حاجة مهمة جدا احنا في اعتقادنا ان الاضطراب النفسي او المرض النفسي مش جزء من هوية الاشخاص يعني ايه بعرض بيجي للشخص مش شيء ثابت عنده بس برضو عندنا قاعدة مهمة جدا جدا كمان في الجواز ان الجواز لازم يتبني على الوضوح والشفافية وتكون المصرحة بحسب نوعه وطبيعة الحالة الموجودة دلوقتي وعشان كده لو بدنا نفصل في القواعد الاربعة اللي احنا ذكرناها اللي هي الاتزان قبل الوزن وان الاضطراب النفسي ده مش جزء من تعريف الهوية وان المصرحة امر مهم جدا جدا في مسألة الجواز وان المصرحة بتكون بالقدر اللي موجود في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي فلما نيجي نتكلم عن الاتزان قبل الوزن نقول حاجة مهمة جدا في مسألة الاتزان قبل الوزن ان احنا يا سادة واحنا بنتعامل مع مسألة الجواز ارجوكم محدش يكون عنده اي نوع من انواع الحياء ان هو يقول ان هو مش جاهز ولا مستقر نفسيا ولا جاهز للزواج دلوقتي انا مش مع المبدأ اللي بتقوله الامهات دايما عن اولادهم ولا بتقولوا عن بناتهم انا هتجوزها انا هتجوزها وهي بعد كده هتنضج في الجواز لا احنا محتاجين النضوج الاولي اللي هو بتاع انا قادرة على ان ادخل في علاقة فيها اندماج ليه؟ كتير من البنات اللي بتخاف من الجواز بيبقى الخوف وصل الى حد الرهاب في حد الى حد الخوف المرضي فلو دخلت الجواز وفي حالات كتيرة جدا وفي نسب كتيرة لو دخلت الجواز بيحصل فشل في الجواز ده فاحنا لازم نتأكد ان خوفها هو الخوف الطبيعي اللي بعض البنات بتخافوا من الجواز لازم نتأكد ان ده ما يكونش الخوف ده وصل الى حد للتراب وعشان كده كمان لو في واحد هو مش حاسس انه هو قادر يدخل الجواز بس سنه كبر وزا والدته قاعدة تضغط عليه تضغط عليه عشان ما يقولش عليك ان انت ماشي ماشي بطال فلازم تتجوز فإن اللي حصل هو حاسس انه هو مش مستقر نفسي ومش هيقدر يدخل في اندماج الزواج فهو داخل فهو مش داخل في حديث الرسول الله سلم من استطاع منكم الباقة تفلت زواج فهو مش مستطيع فالمفروض ينتظر وقد يكون محتاج ان هو الانتظاره ده يحصل على دعم نفسي دعم نفسي يعني ايه يروح لان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا وانزل له داء ومهم جدا جدا ان احنا نرجع في الزمن اللي احنا فيه في الضغوط ده ان احنا نحترم بشكل واضح الدعم النفسي الدعم النفسي سواء يكون على ايد شخص بيتعامل مع الجزء السيكولوجي او سيكاتريك بيتعامل مع الجزء المرضي فاحنا لازم نحترم ده طب وده معناه ايه ان احنا لازم نقول ان المرض النفسي اي حد بيعاني من مرض نفسي ده شيء يتعلق بحالته وده ما ينفعش يكون وصمة وهو مش جزء من تركيبته وجزء من قدره اللي خلاص مرسوم له طول حياته لما نقول كده يبقى الناس لما هيجوا يدخلوا في الجواز هيكونوا مقدرين هم وصلوا الفين فالمرض النفسي مرض زي اي مرض جسدي يدوى بالعلاج وبالمتابعة وجزء من علاج وصمة المرض النفسي ان الشخص يقدر يواجه ده ويواجه ده بشكل واضح مع الناس ولما يتقدم لحد لانه طول الوقت هو بيخب المسألة دي وبيتعثر لما ييجي ذكر المسألة دي وبيفضل عنده نوع من انواع الوصمة المتركمة والمتزايدة فالشخص نفسه لازم يكون واضح مع الناس ويقول لهم انا في الحقيقة تعافيت ولازم يقول كده لان جزء من اجزاء التعافي هو مساعدة اللي حواليه يعني مثلا واحد عنده انتكاسة فدخل امرأة في حياته فده نوع من انواع الظلم للمرأة وخاصة في حاجات في امراض لازم بتستمر مع الانسان فلازم يعرف اهل العروسة انه وكان عنده او هي تعرف اهلها اهل العريس بانه ده وتموجود زي ايه ما ينفعش فيه حد يتجوز وهو مدمن ويتعافى من الادمان وما يقولش لأهل المخطوبة لازم يقوله عشان الناس يتبع على بصيرة وقررهم يكون واضح ليه لان من غشنا فليس منه ولازم الجواز يتبني على الوضوح والشفافية ولازم نعرف ان المصارحة امانة وضروري الاخبار في بداية الخطوبة لبدء الحياة الزوجية على الصدق الشفافي والخاصة ان البنات البنات عندهم خوف وعندهم حالة من حالات عدم الامان فاي اخفاء حاجة زي كده بيحسسهم ان هما حصلوا لهم خديعة كبيرة وما بيحصلش ان هي تؤمن ابدا بان فيه شخص عنده حاجة ممكن تؤثر على حياتهم في المستقبل وان هو لما يخبيها الا يحصل ان حياته ما تقدر تكون حياة مستقرة الاخفاء عند البنات بيساوي الكدب فالمصارحة مهمة عشان نتجنب مشكلات ممكن تحصل لشريك الحياة نتيجة المرض فمنصارح عشان نضمن مساعدة الشخص المريض من شريك حياته هي لو قبلت خلاص عشان دوة خلي بالكم المرض النفسي بيحتاج الى تكلفة تكلفة مش بس مادية الاهم من ده التكلفة النفسية وتكلفة الوقت وعشان كده بنصارح به عشان كمان في بعض الامراض منها امراض وراثية فلازم نهتم بالمصارحة فيها فنصارح عشان ضمان قدرة شريك الحياة على الانفاق على المريض وتدعياته وبنصارح كمان عشان الاضطرابات النفسية بتعدي فكسرت الاكتئاب على سبيل المثال ممكن يصيب اهل البيت بالاكتئاب ومن حقوق الثابتة اللي كفالها الشرع الشريف لطرفي عقد الزواج قبل ما يتعقد تحقق الرضا بينهم على ما به تقوم حياتهم وتستقر إسرتهم ولذلك لازم يبقى فيه بيان بالعيوب اللي ممكن توصلهم الى حد انه ممكن يتأثر على الرضا ولذلك هل بقى الاشياء النفسية ممكن توصل الى ان ده يكون عيب اه في بعض الاحيين بيبقى عيب لما يكون المرض النفسي ده شديد الاضطراب وما حصلش تعافي منه ولازم نرعي ده لان الامام مسلم رواه في صحيحي عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله على ان معاوية بن نبي صفيانو وابا الجه رضي الله عنهما خطبها كل الاتنين اتقدموا له فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جه فلا يضع عصاه عن عاطقي راجل عنيف عند عم واما معاوية فسعلوق لا مال له وده معناه ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اعلمها وده يعني ان على الخطيب ان يعلم مخطبته واهلها لو كان فيه عيب مؤثر على مقصود الزواج اما عشان تختاره ويبقى هي حرة في القبول واما اللي تحذر وتعمل على تفادي ده عند حال العقد فالمصرحة بتكون بحسب نوع المرض وطبيعته في الحالة دي فاهل التخصص مثلا في الطب النفس بيقولوا اني في بعض الامراض ممكن نتعايش معها وبعض الامراض بيبقى صعب ان احنا نتعايش معها وعشان كده بتتقسم الامراض النفسية الى قسمين قسم الاولاني قسم يصعب التعايش معه وتحمل تبعيته وتحمل رعايته وعنايته وكل في المادية والبدنية وبنعكس بالسلبة على استقرار الاسر زي مثلا الفصام والبرانوية الفصام مش هيقدر يتعايش معه الشخص بشكل طبيعي وزي الاضطرابات الزهنية الحد كالذهان والاضطرابات المزاجية جل هوس والوسواس القهري الشديد فالامراض دي من الواجب الاخبار بيها قبل البدء بالد العقد وخاصة لو كانت مستمرة لانها كمان بتستمر ويعتبر كتمنها نوع من انواع التدليس والغش ويأسم من تعمد اخفاءه وفي نوع تاني من الامراض يمكن التعايش بيها ومعها وما تأسرش على استقرار الاسر ولا تضر بحقوق اطرافه فلا يلزم على المريض الاخبار بها قبل العقد الانتفاق الضرر اللي ممكن يقع مان او انتقاس حق الطرف الاخر من الامراض اللي زي دي اضطرابات القلق القلق اللي بيحصل لبعض الناس او الخوف او اضطرابات النوم او اضطرابات الاكل اللي ما توصلش بصاحبها الى حد المبالغة والهستيريا طب دلوقتي احنا نعمل ايه بقى؟ على سبيل المثال انا اب واحد اتقدم لبنتي وبيتعالج عنده دكتور او بتتعالج عنده دكتور عندي وبنتي عندها قبول ومين لي اعمل ايه؟ نعمل ايه الاجراء اللي نعمله؟ نزور الطبيب النفسي معاه لان زي ما احنا وضحنا في امراض يصعب بالعايش معاه فاول اجراء نعمل ايه؟ هو جه والراجل واضح جزاء الله خيرا واضح المسألة هنروح للطبيب بتاعه مع الشخص ده ونجي نقول لهم والله ونقول له والله يا سات الطبيب اخونا ده ينفع يتجوز ولا ما هو بنتي متعلق بيه؟ هو راجل لطيف جدا 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 لكن ممكن عنده باي بورر ان هو باي بورر بيبقى عنده اضطراب في المزاج ممكن يضحك ويبقى سعيد جدا جدا وفي لحظة ينقلب ويبكي بس هي الدرجة بتاعته ممكن يتعايش معه وانا بنتي متعلقة بيه فخلاص هنروح مع الطبيب عند الطبيب ونسأله هل ممكن ده يتعايش معه ولا لا؟ قالينا ممكن يتعايش معه يبقى اول اجراء نعمله ان احنا نزور الطبيب معا ولازم الشخص اللي عنده ده يكون متقبل ده الحاجة التانية نشترط عليه الاستمرار في العلاج يعني الشخص اللي عنده ده نشترط عليه ان هو يستمر في العلاج وده حاجة التالتة نقول له اسمح لي في اي وقت اذا تطور مرض بتاعك وحصل ان هو بقى لا يتحمل او حصل انتكاسة او اثرت في العلاج ان احنا نقف وقفتان ونعيد تقييم الموقف نعيد تقييم الايه؟ الموقف لا ليشيء الا انه مش كل البنات تستطيع ان نتتحمل المرض النفسي ومن المهم ان احنا نتأكد ان ببعض ما ده تتم المصارحة تضوء ضروري ان احنا نحفظ سر الشخص ده مش من حقنا ان احنا لو حصل ان احنا افترقنا ان حد يتكلم عن سر الشخص ده ليه؟ في مجتمع مزالت فيه وصمة المرض النفسي مش من حق ان احنا نتكلم عن ده حتى لو سؤلنا اللي عايز يعرف يتأكد بنفسه سواء الزوج تم او ما تمش مش من حقنا وما يحصلش ابدا اي نوع من انواع اللي احنا بنسميه للأسف معايرة او ان يكون فيه اي نوع من انواعنا الانتقاص عشان كده احنا بنكون عاون للشيطان على اخونا وعشان كده بالاجراءات اللي احنا ذكرناها دي احنا تعرضنا مع حالة يبدو لكتير من الناس ان الحالة دي خاصة بس انا بقولكم ان دي مش حالة خاصة ده سؤال كتير جنة وعايز اقول حاجة مهمة جدا 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 في الاطار ده بنلاع عليكم بلاش لما يجينا حد وحد فينا بيروح يبحس ويعمل ريسيرش على جوجل وبحب يقرف الامراض النفسية قوي بلاش يقع في سوق الظن هل ان انا افسر واحلل شخصية حده قدامي ده من سوق الظن نعم هل ده من الظلم نعم يعني ما يجيش انا اقول والله ده هو بتعامل معايا كده بتعالي وكأنه عنده برانوني ايه ده ليه طيب ده هو طول الوقت بيكلمني عن احتياجاته انا حاس ان هو عايز كل حاجة تدور حواليه هو فهو شخص الناجسي بلاش الطريقة دي في التعامل مع الاشخاص بلاش اللي انت قريته تطبقه على الناس باعتبارهم مرضى الناس تحت الضغوط بيتصرفوا تصرفات ما بتكونش بتدل على الحكمة وعشان كده لما يجينا حد ما ينفعش ان احنا نطبق عليه اللي احنا قريناه لكن ينفع ببساطة خالص ان احنا نتعرف على شخصيته بشكل دقيق ومحترم احنا تكلمنا مع الشخص اللي هو متقدم ونصحناه اذا كان عنده مرض من امراض اللي اتيت يصعب انه هو يتزوج يبقى الافضل انه هو يكمل علاجه قبل ما يروح يخطب طيب اذا كان من الاشياء التي يمكن التعايش معه قلنا يتكلم بصراحة مع اهل المخطوبة ومع مخطوبته وكمان يروح يروح الزيارة للطبيب بحيث انهما يتأكدوا وكمان يطمئنه ويكون بينه ماتفاق انه لو حصل وحصل تطور في الامر ده وهو يوعد كمان انه سيلتزم بالعلاج عشان ده يكون في امان شديد للزوجة وامان سديد كمان لهذا الزواج كل الاجراءات اللي احنا قلناها دي اجراءات مهمة ولازم نمشي عليها وان شاء الله ربنا دايما يجعل بنا القبول ويجعل كمان بنا الراحة والسلامة ويجعل كل الزيجات مؤمنة بمدد الله سبحانه وتعالى وبنظره إلينا باللطف والمودة والكرم يا رب اسعد كل أولادنا وجعلنا يا رب في سعادة وفي هانة وفي راحة وجعلهم يا ربنا كل ما نتكلم به مفتاح لأبواب السعادة والهانة فاصل ونلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل جعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وينخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وبتكون جسر من النور عشان يستمر مجالس العلم بيننا ويفضل الوصل بيننا وبين مولانا سبحانه وتعالى وعن نبتدي أول سؤال أول سؤال السيدة أم حسام أنت تفضل؟ أيها مع حضرتك بزاكية دكتور عم نعم وفضل الحمد لله يا ربي العمى أنا كنت تواصلت مع حضرتك وكنت خليت ابني وحسام كان يتصل يعني يكلم حضرتك وقال لك إنه هو عنده اللي هو اللي هو الاكتئاب اللي هو سناء القطب حاجة زي إجمع البيبولار أنا أسفى يعني الحروب تخرج غزبنا عني كده أنا عندي ستين سنة يا دكتور على فكرة يعني لسه شاب الحمد لله ربنا يكرمك ويرضي خطرك ربنا الله يبرك في حضرتك فأنا كنت اتصلت بحضرتك وكنت سمعته دكتور كبير كان قال ووصف حالة ابني بالضبط طي إنه هو فعلا ما يقدرش لا أولد دي قدرة ولا إنه يقوم يشتغل ولا لا لا إنت لازم تعمل لدرجة إنك يعني بقيت أقول مين يوصلني هو ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب يا رب إنك تتواصل مع حسام وأبوه لإن الموضوع بقى صعب جدا يا دكتور عم طبع صعب أوي ربنا طب هو حسام حسام بيتابع العلاج ولا بيتابع يا دكتور ده قال له 12 سنة والله والله يا دكتور صدقني مش إحنا اتفقنا حاجة محسام أنا يعني بعد إذنك مش إحنا مش إتفقنا إن المرض النفسي ده زي المرض العضوي ما هو والده أو كل اللي حواليه ما عندناش برضو إحنا الثقافة إن ده يعني لا إنت تقوم تصلي إنت تقوم بعندك إرادة لا إنت اللي عاوز تنام لا إنت اللي عاوز كده لا طبعا بقى إتجاحين بص حضرتك بص حضرتك ده كل ده كل دي لازم ناخد التنبيهات من الدكتور يعني الدكتور لو قال لنا يعني مثلا إحنا حتى حتى إحنا لما بنفتي حتى أهلنا اللي أصابوا مثلا إزا هاي بنقولهم يا جماعة ما تحاولوش تلحوا على حد ده لأنه ممكن تكون بتعذبه هو مش فاكر هو مش حاضر زي إخوانا هو هو يتمنى ده يتمنى ده ويحب إن هو يقوم يصلي بس هو فيه جوه شيء ما بيقدرش فيه ولذلك ده لازم نرتبه مع الدكتور نرتبه مع الدكتور لأن الدكتور هو اللي عايس عيدنا في ده الحاجات دي لما الإنسان يتعافى منها على طول بنتكلم معاه إزاي يقدر يتدارك ما فاته بس مش كل واحد بيوصف الكلام ده نفسه لازم الطبيب نرجع للطبيب نعمل إيه معاه فيه ما يتعلق بيه الأكل ما يتعلق بيه الصلاة ما يتعلق بالصوم ما يتعلق بحياته كلها لأن كل ده بيبقى فيه تقديرات لي ولذلك الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر يبقى هو إلا حاصل الشرع الشريف قال لنا إزاي نتعامل معه كل هؤلاء الناس لأن ده محتاج عناية عشان ما يحصلش تفاقم للأمر ده معانا السيدة مريم من الشرعية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله بعد إذنك يا دكتور أنا عالي 30 أنا واحدة حسسة جدا 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 وقال لها كلمة بتوقع عني حتى من أهدي يعني مالت ومالبتني حتى كلمة في أي وقت بخطر أن أنا أخذ جنب وعيشت وحدي ومش عايزة أتعامل مع أي حد تماما طيب أنا عادي كلمة مع أي حد هل أنا لو أغرأت أهلي يعني أدخل شيء غصب نعمل أن أنا مش عايزة أتعامل مش عارفة طيب هل أبي يكون حرام علي أنا وقصي غصب نعمل أقول لحضيرك يا أستاذ مريم تعمل إيه أول حاجة يا أستاذ مريم أول حاجة لازم تتعودي بقى عشان نهاتني مسألة الحساسية أن أنت تغيري شويتين ثلاثة من برنامجك اليوم فكرة حديث الرسولي الله سلم لما أمر الشخص أنه يغير من حاله في ساعة الغضب يعني لو كان قاعدا يقوم ويذهب ليتوضى إحنا كده محتاجين حاجة زي كده في التعامل مع حالتنا دي إن إحنا محتاجين نغير برنامجنا اليوم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قصد فقط إن إحنا نغير وضعنا الجسدي التشريحي أو إن إحنا بس نسكب الميا لا هو حضرة النبي كان قصد إن إحنا نتعلم تبريد الموقف يعني إيه تبريد الموقف لازم تتدربي على التغاضي على التجاوز إن إنت تقللي التفكير في الناس وتخليكي دايما مركزة في التفكير فيكي أنت وده شيء مهم جدا جدا وقد نحتاج بشكل أو بآخر إلى إن إحنا نروح لدعم نفسي إذا كان الأمر تفاقم ووصل إلى حد للنعزال اللي بيفسد عليك حياتك لو أن ده وصلنا إلى ده فإحنا محتاجين لدعم نفسي فاصل ثم نعود لكم نجمل أسئلاتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم مباركة ومعنا أم محمد من القاهرة شكرا جدا كيف حضراتكم يا أستاذ أم محمد؟ تفضلي شكرا جدا لو سمعت أنا عندي سؤال لحضرتك التفكير أه طبعا أنا كان عندي لن عمي كان عمل شبكة وخطب فأجيب عدد شبكة ونصد من شبكة هو نفيته مرفحيته امم… فهو عايز ايسربها امم فممكن اعرف بس هما معطردين على المجاب الشبكة، بليها هم هو و ايه؟ معطردين على ايه؟ هي يونه بجنب الشبكة تنبي لاة، انا لازم اسعال طب أنا أعيز أعرف بس يا حضرتك هي كده الشبكة تبقى من حقه لا ما أنا بقول لحضرتك هم ليه معترضين هل لأن هم حصل لهم شيء من الضرر ما هو ممكن يكون هم جهزوا وجابوا ما عرفش النجف وجابوا ما عرفش وجابوا العفش ده هي شبكة بس حضرتك هم لسه ما عملوش حاجة لو حصل كده لا يبقى الشبكة من حقه الشبكة من حقه لأن ما حصلش ضرر إحنا عندنا إسمعيني طيب أمم محمد إذا كان ما فيش ضرر وقع على المخطوبة وحصل إن هو حصل عدم توافق لأن الشبكة دي خلاص استقر الفتوى بيها بأن هي جزء من المهر فإذا حصل الانفصال إيه اللي حصل إذا حصل الانفصال بقى الشبكة بما إنها جزء من المهر تعود إلى الخطيب مرة تانية ولكن إذا حصل بقى تضرر لأهل العروسة خلاص بيرجعوا بقى اللي إيه بيرجعوا للقضاء عشان يوفي مسألة الضرر اللي واقع عليهم لكن ما بيكونش من حقهم إنهم ياخدوا الشبكة لأنها جزء من المهر هل واضح؟ والده قال لنا مثلاً القاعة أنا هتفع تمانها مكانهم بس هي الشبكة بس هي اللي إحنا عايزينها آه يعني هو دلوقتي هم الشبكة دي كانت في قاعة هم تكلفوا إنهم القاعة دي فهو هيدفع لهم الفلوس اللي دفعوها في مسألة حجز القاعة دي صح؟ لا هي جزء من الجواز لا حصل عقد عشان تستحق البنت نصف المهر ولا حصل دخل عشان تستحق المهر كله وعشان كده يبقى خلاص يبقى هي الشبكة ترضي إليه الأستاذ عادل بيسألوني في الكنترون حتى لو كان العور في كده حتى لو كان العور في كده لإن خلاص استقر الفتوى عندنا إن الشبكة بتبقى خلاص بتردل إنها جزء من المهر آه معنا الأستاذ عادل أيوة سلام عليكم تفضل يا أستاذ عادل بالنسبة لعقوبة المنافق الغيش وخلف الوعد والكيش بعقوبته في الدنيا والآخرة يعني حتى لو عاشت في الدنيا مصطور وكويس وكسبان طب إيه عقوبته في الآخرة فعايزون نعرف يعني طب ما تسألني سؤال لإن أنت كده إيه اللي حاصل بتبعت رسالة مبطنة لحد معين طب ما تسألني سؤال تقول لي إيه حكم اللي عمل كذا 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 لإني ده سؤال عام بلا شك إن أنت عارف إن الظلم ظلماته يوم القيام وإن الغش دوت ليس منا من غشانه من غشانه فليس منه فين السؤال بقى هو السؤال فعلا أننا احنا تعرضنا فعلا للغيش وكسب وخداع وخلف الوعد وتغتب عليه زواج طبعا نحن معذبين فأرد تعرف يعني أنه العقوبة اللي حيتعرض هو لها اللي هو المنافق والكذاب اللي خلف الوعد خلف الوعد في إيه خلف الوعد في إيه خلف الوعد في إيه خلف الوعد في إن بنته كانت تعرضت لحد سوية غيرها فأثرت عليها أثرت عليها فخليتها مريضة زهنيا مثلا نعم مريضة نفسيا أو مريضة زهنيا زهنيا معاكة زهنيا بنسبة 50% والأعاكة البدنية ما بتخدمش نفسها وكده وتم الكذب علينا وإن هي تعالجت وهي ما تعالجتش ووعدوا بالمساعدة وكده يعني أنهم يساعدوها يعني مديا يعني ووعدوا بالمساعدة أنهم يساعدوها مديا وخلف الوعد لهم حداشر سنة هي جوزة ابني في أولاد ولا لا في أولاد ولا لا في أولاد ولا لا نعم في أولاد ولا لا أنجابوا بنتين طيب ابنك عنده كم سنة حاسس بيه ابن حضرتك عنده كم سنة 32 سنة بالوقت يعني ابنك من الصغير كان عنده 20 سنة يوم ما تجوزها ولكن هو ارتضب ده وهو بقاله انت حضرتك بتقول كم سنة 11 سنة حضرتك اخرج بقى من الموضوع حاضر ماشي اسمع ليه بقى تخرج من الموضوع لان ابن حضرتك هو المتزوج فلما حضرتك تتدخل في الامر ده هو حصلت راضي خلاص بابن حضرتك ابن حضرتك قد يرى هذا من باب ماذا لا يفرق مؤمنا مؤمنة اذا كره منها خلقا راضية منها الاخر ما جايز هو شايف انه اه لو هي كده صحيح معاقب بس هو شايف انه طيبة وشايف انه تحملها وعنده عاطفة وعنده شفقة وعنده محبة ليها ان هي والله عنده اولاد منها وهم قادرين يتعايشوا وقادرين يتفاعلوا من ده بس انت مش راضي لان انت شايف ان الجواز كان ما بين قسرتين وانت شايف ان انت ليك حق لو قال حقيقة في الزواج الحق للأولاد مش للأباء والأمهات وعشان كده ابنك دلوقتي هو اللي من حقه يعمل كده فانا نصيحة لحضرتك اتحول الى المستشار لا تتحول الى شريك في الجواز انت مش شريك يعني ايه مش شريك يعني انت انت بيتشير على أسرة ديت عشان الأسرة دي تفضل مرتاحة فانت بتدعمهم انت مش هترتاح ان احفادك يبقوا من غير أم او مش هترتاح ان احفادك يبقى مع أمهم ومن غير أبوهم احسن احفادك يبقوا في هذه الأسرة وخاصة ان انت ربيت ابن عنده خلق كريم بيتحمل زوجته فلازم تدعمه مش تكسره الشخص ده من حقه علينا ان احنا نقف جنبه وخاصة من أهله ابنك عمل سلوك طيب وربنا ان شاء الله يبارك له فادعم المسألة دي فنصحت لحضرتك كون عوناً لولدك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب عظيم وكل ما ابنك يعمل حاجة صالحة في هذا الجواز ان شاء الله تكون شريكه فيها لأن تدل على الخير كفاعله فرأيه ادعم ابن حضرتك وما تحاولش تخليه يترك زوجته لأنه رضب ده وحضرتك بتقول أنه متمسك بيها ومش هيكون متمسك بيها إلا فيها صفات صالحة وفيها صفات حسنة فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم السعادة والهنى وتكون انت من اللي بيدعمه هذه السعادة وتخليهم ان شاء الله يفتح لهم ابواب السعادة ان انت تكون راضي عنهم وتكون كمان مساعد لابنك في ده بدل ما هو يحس ان هو الوحد وما عندوش ظهر كون في ظهر ابنك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخليك تسعد بان انت ليك ابن عنده أخلاق كريمة يا سادة احنا اتكلمنا نهاردة في موضوع ويبدو ان الموضوع ده موضوع مهم عند الناس اللي هو نعمل ايه في الأشياء اللي محتاجين ان الخطيب يصرح بيها احنا وصفنا وصفة للخطيب بيعمل ايه اذا كان عنده اي حاجة من ما يتعلق بالاضطرابات النفسية او بالامراض النفسية اللي بتعالج منها وتعافى منها ولكن مستمرة او تعافى منها ولكنها ممكن تتعرض للانتكاسة ان شاء الله ربنا يجعلنا دائما في امنه وفي سلامه ويكافئ كل الناس اللي بيعيشوا بالصدق وبالصراحة بين نوع يثبتهم ويجعل لهم نور وبركة ويحفظ بيوتنا من كل اتراب ويجعلنا في امانه وفي سلامه ويفتح ويفتح على بيوتنا مدده اللي مليء بالرحمة وبالمودة وباللطف وبالسكينة يا رب جعل بيوتنا دائما قبلة للسعادة والفرح والهنى بفضلك يا كريم يا ودود يا أرحم الراحم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة